موسيقى وننتقل إلى موضوع آخر ما هي آخر التخديرات وتجهزات لمهرجان الأغنية العربية التراثية للبراعم الشابة للسنة الحادية والعشرين على التوالي معنا هنا الفنان الإعلامي سامي عبدالقادر مدير عام مهرجان الأغنية العربية التراثية للبراعم الشابة الأستاذ الفنان الإعلامي سامي عبدالقادر مساء الخير مثلا نور يعطيك العافية إليك ولو جمهورنا الكريم أهلين فيك نعم ما هي آخر التحضيرات لهذا المهرجان أوليشنا بالأشهر الصابقة إحنا كنا نعمل التسجيلات لكل واحد عنده هواية الغناء من جيل 12 حتى جيل 18 بسجله فسجله كمية كبيرة وبكرة بالصدفة بكرة إحنا موجودين في الناصري في أودشن يعني في لجنة التحكيم اللي بنسمع كل المتصابكين وبنختار منهم عشر متصابكين اللي بتأهلوا للمهرجان النهائية نعم يعني وإحنا بنحكي هون عن هاي السنة الحادية والعشرين هاي السنة وواحد وعشرين سنة بشكل متواصل ويعتبر هذا المهرجان أقوى وأرقى مهرجان غنائي للشباب للبرعم الشاب اللي إحنا هنا طبعا المهرج اللي هو دي العربي في بيت بيرل هو اللي بيدعم وبرعايته هو المبادر لهذا المهرجان السنة وواحد وعشرين برئاسة سيد فاروق عمرور نعم طبعا هذا المهرجان اتأهلوا منه أكبر فنانين اللي وصلوا العالم العالمي إلى درجات عليا نعم آه طبعا إذا بدك أذكرك اللي اتأهلوا من البرنامج هذا فضل إذا انت حالك آه آه صالة يوسف برضو تأهل المهرجان المطرب أمير دندن النجم أمير دندن اللي وصل أرب آيدول آه آه دلالة أبو آمنه المطربة العظيمة النصروية آه منال موسى أرب آيدول آه ريهام حمادي الفنان الكبير آه نانسي حوا كلهم نجوم طبعا آه ورد شوفاني الفناني لينا خلايلي من عندكم لينا خلايلي من سخنين ماريا جبران عماد وسوف الفنان الفنان الصغير تخرج من مجل كروم موجد مناء آه محمد بدران من جاته حميد محسن من جاته هذول كلهم أخذوا مراتب أولى أخذوا اللقب نعم آه مارت عاصي من فالسوطة أخذت اللقب الأول برضو كلوديا سابة من يافة الأبيب من يافة كارين كوسا من الكودس جاننا الداف آه طبعا من النصري والفنان الأخير اللي العام فازت معنا دينا حمود من الجزايدة المكر نعم بعرفش منسيت حدا كثار عنا 21 سنة 21 فنان اللي وسطه العالمية نعم واللجومية كيف تتم التصفيات أساس سير طبعا بيكون عنا لجنة التحكيم مهنية ونزيهة جدا اللي هم بقدر تقول هم اللجنة التحكيم أرحتك تفضل الفنان القدير خليلا بن كولا المايسترو وقائد الفركة ومدير الفني للمهرجان المايسترو السامي خشايبون هو طبعا بأهل الأولاد وبدربهم وبعلمهم وصول الغناء والسلفاج ومخارج الحروف يعني بأهلهم وكونوا مطربين بالسعام أستاذ سامي عندنا مواهب فنية ومواهب غنائية يعني حتى يعني منشوف احنا فيه شباب وفيه شبات اللي بطلعوا عندهم أصوات جدا قوية وجدا رخيمة اللي أيضا يعني وصلوا للعالم للعلم النجومي وللعالمي يعني في برنامج أرب أي دول اللي كان في بيروت أحسن مشاركين وأحسن مواهب كانوا من فلسطين الكل بشهد حتى لجي التحكيم نعم تشهد أنه أحسن فنانين كانوا من فلسطين من عندنا من الداخل يعني أبهروا لجي التحكيم جدا عندنا فنانين ما شاء الله عليهم بس فيه فنانين يعني بنقصهم الرعاية والاهتمام يعني فيه فنانين صار الفنانين بس بدهم رعاية تكحدة احتضان وترفيق ومعاهن وكل الأمور مية في المية نعم وانت المهرجان بأي تاريخ المهرجان في تاريخ 19-12 قريب قريب جدا آه 19-12 طبعا بيكون جمهور كبير وبيكون طبعا الفرقة الفرابي فرقة على مستوى وين يكون المهرجان المهرجان ولا بعضكم لا لا المهرجان كل سنة بنعمله في منطقة نعم يعني عشان نتوزع على بالضبط العام كنا مكان المهرجان في بيت بريل أول عام كان في الناصري والسنة متحيرين يا في الناصري يا في يافا نعم يا في الناصري يا في يافا يعني هاليومين بنكرر نعم وإحنا بكرة بكرة الجمعة عنا أوديشين يعني تصفيات لكل المشاركين بكرة جاينا على الناصري في بناية الاستدروت وبهاي المناسب مش هتخطاروا مني القديش قديم بك تخطاروا عشرة 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 وبرضو بهي المناسب بحيب أشكر رئيس مجلس العمال في الناصري سيد كمال أبو أحمد نعم على احتضانه اللي إلنا ويعني بوفرنا هنا قائن الضرفية إحنا والفركة المسكية والمشاركين يعني بنوجه له تحية كبيرة وشكرة كبيرة رح نتابع أكيد أكيد وطبعا بشكر موقع بنيت وقناة هلا لأنه بتغطين لكل مراحل المهرجان من البداية للنهاية حتى المهرجان النهاية ببث حي ومباشر عبر قناة هلا وموقع بنيت شكرا جزيلا الأستاذ الفنان الإعلامي سامي عبدالقادر مدير عامة رجان الأغنية العربية التراثية للبراعم الشاب شكرا جزيلا إلى دخوة المشاهدين وإخوات المشاهدات تريدون متابعة هذا البرنامج برنامج هذا اليوم وكل برامج تلفزيون هلا التي تشاهدونها على مدار الساعة حملوا الآن تطبيق قناة هلا على هواتفكم من خلال دكان جوجل بلي وأب ستور لتشاهدوا في أي مكان وزمان برنامج هذا اليوم كافة برامج قناة هلا على الهواء مباشرة نخرج الآن لفاصل من ثم نعود ونواصل اشتركوا في القناة